بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الأعداد المركبة للثالثة ثانوي رقم 17 أنصح بشعبات العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال ألف بين أن 2 جذر 3 ناقص E الكل مربع يسوي أنه 8 ناقص 8 جذر 3 باقي الحل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة زاد ناقص 2 في زاد مربع ناقص 2 زائد E جذر E 2 جذر 3 قال في المستوي الآن منسوب إلى معلم متعامد ومتجنس O E G نعتبر نقط A B C D التي لوحقها على الترتيب وعضيت لنا ها هي أمامكم قال علم النقط A B C D يعني هنا بأمور هندسية ليس بالأمور التقريبية لأن هنا يوجد لنا الجذر 3 يا أبنائي والجذر 3 وجذر عليكم أن تقوموا بإنشائها بطريقة هندسية صحيح قال بين أن النقطة O مبدأ المعلم هي مركة استقال المثلث A B C قال أكتب على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي لعدد Z D على Z B قال ثم استنتج طبيعة المثلث O B D قال بين أن المستقيمان A C و O D متوازيا إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على السؤال الأول قال بين أن هذه 2 في جذر 3 ناقص E لكل مربع يسألنا 8 ناقص 8 E جذر 3 إذن نكتب هنا كعنوان البرهان أن هذه العلاقة صحية مدقيق جيدا هنا ما علينا أبنائي إلا أن نستعمل إنها متطابقة الشهرة رقم كم رقم 2 لاحظ جيدا تصبح تساوي لنا إذن عندنا قاعدة تقول A في B الكل قوة 2 يساوي لنا A مربع في B مربع لكن ليس بينهم الزائد بينهم الفي فأصبحنا هو هذا مربع اللي هو كم؟ اللي هو أربعة في جذر 3 ناقص E الكل مربع يساوي لنا أربعة في هذا متطابقة شهر رقم 2 مربع الأول اللي هو جذر 3 لما نربعه هو الثلاثة زائد مربع الثاني اللي هو هذا E مربع ما هو هو ناقص واحد في الأعداد مركبة ناقص ضعف الجداء هكذا أبنائي تصبح تساوي لنا هذه كم تصبح لكم؟ تصبح لنا أبنائي اللي هي إثنان إذن نكتب هنا إثنان ونكمل نشر هذا في هذا تصبح لنا ثامنية وهذا في هذا تصبح لنا ناقص ثامنية E جذر 3 وهو الجواب الذي طلب مننا أن نصل إليه فقط نقول ومنه هذه العلاقة يا أبنائي موجودة إذن نقول ومنه ها هو الجواب فقط لكن هذا السؤال لم يطرح عبثا إنما طرح للإجابة أو للمساعدة للسؤال الذي جاء بعده بعدها الآن أبنائي نأتي إلى حل في بجموعة الأعداد المركبة المعادلة التالية إذن نكتب هنا حل المعادلة في من في سي اللي هي الأعداد المركبة هذه المعادلة التي هي عبارة عن جداء عددين يساوي الصفر دقيقوا معي جيدا عندنا خاصية في الرياضية إذا قلنا A في B يساوي الصفر إما الـ A يساوي الصفر أو B هو الذي يساوي الصفر يقول أحدكم أين الـ A؟ ها هو الـ A وها هو الـ B بينهما في يساوي الصفر إذن ماذا نجد يا أبنائي من خلال هذه نجد أن زاد ناقص 2E هو الذي يساوي الصفر أو زاد مربع ناقص 2 زائد 2E جذر ثلاثة هو الذي يساوي الصفر أو نقل هذا إلى هنا فتصبح لنا زاد تساوي نكم 2E إذا سمينا هذا زاد صفر الحل الأول أما ثانيا نأتي الآن أبنائي بما أنها معادلة من الدرجة الثانية فنفكر في شيء اسمه المميز قبل أن نأتي إلى المميز علينا أن نذكر العبارة من الدرجة الثانية كفاهية اللي هي زاد مربع زائد B في زاد زائد C يساوي الصفر نأتي الآن إلى المميز ضالط يساوي قبل أن نأتي إلى المميز أعين هذه الثوابت A هنا عندنا بالمطابقة كم؟ إنه 1 الB كم يا أبنائي إحذروا الB أصلا لا يوجد انظروا لا يوجد لنا قيمة مضربات في Z إذن هو الصفر أما C هو هذا الأعزب كليا هذا يمثل الس إذن إحذروا من هذه الملاحظة إذن نصبح لنا هنا ناقص 2 زائد 2 جذر 3 إذن ننطلق هنا في المميز اللي هو B مربع ناقص 4 في A في C يصبح لنا الB يقولنا هو صفر ناقص 4 في السل اللي هو ناقص 2 لاحظوا أربعة في A الآن معروف أنه واحد هنا في السل اللي هو ناقص 2 زائد 2 جذر 3 تصبح لنا المميز يصبح لنا كم؟ يصبح لنا هذا في هذا تصبح لنا الثمانية ثم هذا في هذا ناقص ماذا؟ الثمانية جذر 3 تذكروا ذلك الجواب السابق ها هو عندكم انظروا إذن اللي هو ثمانية ناقص ثمانية إي جذر 3 إنه دالتا إذن وهذه القيمة ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا هي إثنان في جذر 3 ناقص إي هكذا الكل مربع إذن ماذا يصبح لنا جذر دالتا؟ جذر دالتا هنا تصبح لنا جذر دالتا هنا قيمة معناها يصبح لنا جذر دالتا يسعينا جذر هذه القيمة بما أن هذه جذر هذه القيمة سوف يخرج أبناء يصبح لنا اللي هو إثنان في جذر ثلاثة ناقس إيí هكذا ركزوا جيدا هو في الأصل ويخرج بالجذر يخرج بالقيمة المطلقة لكن يصبح لنا جذر دالطة له قيمتان إما جذر دالطة هذه القيمة في الأصل يخرج هكذا إذا جئنا في القاعدة تخرج هكذا لكن هنا أبناء نقول أو جذر دالطة يصبح trails ناقس إثنان في جذر ثلاثة ناقس إي سبح له ما معدل كم أحلة تصبح لنا زات واحد يسونا ناقس بي ناقس جذر دالتا على اثنان ا تصبح لنا زات واحد يسوى لنا الب قلنا إنه سفر ناقس جذر دالتا هاهو دالتا ناخذ واحد في المنتفقية. لان الثاني لدى ذكري لانا حتى لا تختر الل acquaintكم من الامور تصبح لنا ماذا؟ ناقس اثنان في جذر ثلاثة قلت جذر ثلاثة ناقص على اثنان فتذهب لاحظوا يذهب هذا مع هذا الصفر وتذهب الاثنان مع الاثنان فاصبح لنا زاد يساوي لنا كم ندخل هذا النقص ناقص جذر ثلاثة زائد ماذا زائد اي هذا الحل الأول الحل الثاني يصبح لنا زاد اثنان يساوي لنا كم ناقص بزائد جذر دالتا جذر دالتا للألبي هو صفر زائد اثنان في جذر ثلاثة ناقص على اثنان القهوة قلنا واحد يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا زاد اثنان يساوي لنا الجذر ثلاثة ناقص اي انهما حل هذه المعدلة يمكن هنا ابنائي ان نكتب كخلاصة نقول اس يساوي يمكن ان نكتب بما ان نحول المعدلة نقول اس يساوي لنا زاد صفر وزاد واحد وزاد اثنان فقط يا ابنائي وليس دائما كما يعتقد البعض يقول الحلاني مترافقان لا لاحظوا جهة هذه الحلانة الحلاني ليس مترافقان لان هنا عندي اولا عندي هنا ناقص وهنا عندي زائد نعم هنا ترافقت هذه الاشياء لكن في الاعداد الحقيقية لا في الجزء الحقيقي لم تترافق يا ابنائي فقط نأتي بعدها ابنائي الى جزء الهندسة الان ماذا قال قال في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجنس او اي ج ها هو او اي وج قال نعتبر النقط ا ب س د التي لا واحقها على الترتيب يعني كأنما احداثياتها في الاعداد المركبة زاد ا يسعون ناقص جذر ثلاثة زائد اي وزاد ب يسعون جذر ثلاثة ناقص ثلاثة اي وزاد سيسعون اثنان اي وزاد يسعون ثلاثة زائد اي جذر ثلاثة علم النقط ا ا ب س د في معلم اذا نفتب هنا عنوان تعليم النقط النقط الأربعة التي أعطيت لنا ننطلق أولا بالنقطة الأولى اللي هي النقطة A النقطة A هي لاحقة أبنائي اللي هي ناقش جذر ثلاثة زائد وهنا يريد من إنشاؤها بطريقة هندسية ليس بقيام تقريبية أن يذهب أحدكم إلى الجذر ثلاثة ويقوم بتعيني على المعلم لا لاحظوا جيدا أول شيء نقول لتعين A نحسب ماذا نحسب طاولة زاد A طاولة زاد A هنا كم يا أبنائي إن هذه مربعة تحت الجذر كم ثلاثة زائد العدد المضروف في الإي كم واحد زائد ثلاثة أربعة تحت من الجذر تصبح هنا إثنان هذا الأمر الأول ثم ماذا تقول قاعدة أولا ونرسم ونقوم بها ونرسم دائرة مركزها ماذا ونصف لاحظوا نصف قطرها يساوينا كم أبنائي هو هذه القيمة تعالوا الآن نقوم بذلك ثم انتبهوا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا نأتي بالمدور نضعه مبدأه هنا ثم نأتي بهكذا ونقوم أبنائي بتعيين دائرة لاحظوا ها هي الدائرة سوف أقوم برسم دائرة هذا الأمر الأول ثم بعدها ماذا نأتي نأتي أيهم أسهل هل الجزء الحقيقي أم الجزء التخيل في الإنشاء الجزء التخيل لأن الجزء التخيل له هذا هو الواحد فتقول القاعدة نقوم برسم مستقيم يشمل إيجراب يساوينا واحد إذن لاحظوا هكذا ها هو ذلك المستقيم لاحظوا ثم ماذا تقول القاعدة أبنائي ثم نأتي إلى هذه القيمة التي هنا أقوم بتعيينها هذه يا أبنائي هي ناقص جذر 300% وهذه واحد إذن تصبح لنا نقطة أ في هذا الموضع كما أشير هنا وأكتبها ها هو الـ X لديها وها هو الـ Y لديها بقيم مضبوطة 100% هذه النقطة الأولى نأتي الآن بعدها إلى B لاحظوا جيدا الآن إلى ZB ZB هنا قضية استنتاجية لأن هنا جذر ثلاثة قد عينت فأعلموا أن ماذا؟ أعلموا أن هذه إذا كانت هناك نقص جذر ثلاثة فهذه التي أعينها هنا إنها الجذر ثلاثة هذه القيمة إنها جذر ثلاثة ثم بعدها ماذا؟ ثم عندنا جزءها التخيل جزءها التخيل اللي هو ناقص كم؟ ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة ها هو ها هي القيمة ناقص ثلاثة نربطها أبنائي نقوم به هذا تكملت هذا الخط ها كذا ونأتي بهذا ها كذا ونعين هنا في هذا المكان يا أبنائي هنا تصبح لنا النقطة ماذا؟ النقطة بصحيحة 100% ثم بعدها أبنائي ماذا نأتي؟ نأتي بالنقطة C النقطة C سهلة المنال هي عندها الجزء التخيل فقط لهو إثنان فنضع هنا في هذا الموضع نضع النقطة التي اسمها C ثم نأتي الآن إلى النقطة التي كم؟ نأتي الآن إلى النقطة D نأتي إلى النقطة D هنا الأبناء يوجد هنا الأمر عكس الجزء الحقيقي سهل المنال لهو ثلاثة ها هي الثلاثة انظروا ها هي الثلاثة لكن التخيل كم هو الجذر ثلاثة الآن كيف تقول القاعدة يا أبنائي؟ دائما من هذه نأتي ونقوم بهذا الأمر متابع جيدا إذن لاحظوا جيدا الأمر يعني يشبه هذه مثل هذه إلا أنه عكسا يعني كأنما أصبح مكتوب على هذه اللغة اسمعوا جيدا أو يمكن هنا بما أن هذا هو الذي سهل نأخذ مثلا إلا قيمة الواحد فقط نأخذ كم القيمة واحد ونقوم برسم مستقيم ها كذا يشمل ماذا؟ يشمل لنا إكس يساوي واحد انتبه جيدا ها كذا ثم بعد هذا الذي يذهب ها كذا إنه ماذا؟ إنه الجذر ثلاثة على محور تراتيب ثم نكمل الخط رويدا رويدا ها كذا إلى غاية هذا المكان ثم نربطه مع هذه لماذا أبنائي؟ لأن هذه القيمة في هذا الموضع إنها الجذر ثلاثة على محور تراتيب ثم تقاطع هذين المستقيمين بهما نعين النقطة D فقط يا أبنائي ثم يمكن أن نقوم بمحي بعض الأشياء التي لا داعي أن نحتاجها أركزها ها كذا هذه الآن كلها سوف نقوم بمحيها لأنها لا داعي أو نتركها كخطوط خفيفة فقط حتى تفهموا جيدا ها كذا ها كذا نتركها ثم كما أشير ها كذا في المعلم حتى تكون يقول أحدكم يا أستاذ وغدا في الاختبار هل نتركها؟ نعم يمكنك أن تركها خطوطا خفيفة حتى يعرفها كيفية عملية الإنشاء بطريقة هندسية محظة فقط نأتي كذلك بعدها الآن أبنائي قال بين أن النقطة ومبدأ المعلم هي مركز ثقل المثلث A B C لاحظوا جيدا هنا نقطة نقطة كي نتعلم أبنائي إذن أولا نكتب هنا البرهان الناء ما هو مركز ثقل المثلث A B C لو نلاحظ هنا جيدا هندسيا هل يظهر؟ أولا لو نأتي إلى المثلث ها هو المثلث A B و S انظروا جيدا هذا الذي أشير إليه هنا يا أبنائي ما هو أولا ما هو مركز ثقل مركز ثقل أبنائي هو تقاطع ماذا؟ المتوسطات يعني هذا المتوسط الذي يشمل هنا وهذا المتوسط أركز هذا ثم عندنا هذا المتوسط إذا تقاطعت في النقطة تلك النقطة التي يتقاطعون فيها المتوسطات تسمى ماذا؟ تسمى مركز ثقل أو نقول هكذا نقول حتى هنا جملة حتى تكتبوها نقول حتى تكون أو مركز ثقل المثلث عفوا A B C هكذا يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مرجح الجملة المثقلة ما هي الجملة المثقلة؟ A واحد يعني أنها مركز ثقل و B واحد و mاذا؟ و C كذلك واحد إنها كلمة مركز ثقل و نحن نعلم حيث مجموع المعاملة يسوينا الثلاثة والثلاثة للسيو السفر إذن ما هي الآن أبنائي؟ نفرضها هذه النقطة نفرضها مثلا هي أفتا فنحسب مركبات أو لاحقة أو فتحة نجدها نفسها هي أو تصبح لنا زاد أ زائد زاد ب زائد زاد س على ماذا؟ على ثلاثة تصبح لنا تساوي زاد إذا سميناها زاد أو فتحة فقط ثم نجدها نفسها زاد أو الزاد أ ها هي أبناء إنها ناقص جذر ثلاثة زائد إي الزاد ب هي زائد جذر ثلاثة ناقص ثلاثة إي زائد زاد س الزاد س اللي هو زائد إثنان إي على ثلاثة دقيقوا معي ماذا سوف يحدث يذهب هذا مع هذا وهذا يعطيكم ثلاثة إي مع ناقص ثلاثة إي ذهب كل شيء أصبحت سفر على ثلاثة إنها سفر إذا نصبح لنا زاد أو فتحة هذه نفسها زاد أو اللي هي المبدأ نقول ومنه أو ماذا هو أو هي عفوا بمعنى نقطة هي مركز مركز ثقل المثلث الذي اسمه A B C فقط يا أبنائي وها هي تظهر أميكم هنا في الشكل نأتي بعدها أبنائي إلى أكتب على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي العاد نكتب هنا كتابة زاد D على زاد B على الشكل أولا الذي اسمه الجبري دقيق جيدا هنا معالينا إلى التعويض بكل واحد بلاحقته أو بشكله فقط الشكله الجبري يصبح لنا زاد ماذا زاد D على زاد B يساوي هكذا الزاد D هي ثلاثة زائد E جذر ثلاثة على الزاد B هي جذر ثلاثة ناقص ثلاثة E أكيد سوف أفكر في شيء اسمه المرافق المرافق الذي هو يعكس إشارة هذا التخيل التي هي جذر ثلاثة ناقص زائد ثلاثة E والبسط لهو جذر ثلاثة زائد ثلاثة E تصبح تساوي لنا لاحظوا نقطة نقطة المقام تقول قاعدة هو هذا مربع اللي هو جذر ثلاثة مربع وثلاثة زائد هذا مربع لأن في الأصل هي ناقص الثاني مربع لكن مع ال E ال E هو ما يجعلها زائد معناها زائد تسعة فتصبح لنا هنا إثنى عشر أما البصنة اعتمد على النشر هذا في هذا تصبح لنا ثلاثة جذر ثلاثة ثم في هذا تصبح لنا زائد تسعة E ثم هذا في هذا تصبح لنا زائد ثلاثة E لأن جذر ثلاثة في جذر ثلاثة هو الثلاثة وعندنا هذا في هذا تصبح لنا الإي في الإي هو ناقص تصبح لنا ناقص ماذا ناقص ثلاثة جذر ثلاثة فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم تصبح لنا تساوينا إي 12 إي على ماذا على إي 12 وتساوينا إي دقيقه إذن وجدنا أنه زاد دي على زاد بي يساوينا العدد المركب إي فقط يا أبناء بعدها أبناء بعدما وجدنا هذا ما هو شكله الأسي هذا الإي معروف أن طاولته كم واحد إذن لا داعي إذن واحد في الزاوية كل عدد حتخيل موجب حتى ولو كانت هنا 2016 إي فاعلموا طاولته هي القيمة هذه أما عمدته يا أبناء بما أنه حتخيل موجب صرف موجب فاعلموا أنها هي 90 درجة اللي هي إي بي على إثنان فقط والطاولة قلناها واحد معناه لا داعي لكتابتها إذن فماذا يمكن أن نكتب نكتب هكذا زاد دي على ماذا على زاد بي يساوينا كم أسية إي بي على إثنان مع قلنا الطاولة يساوينا كم واحد هذا هو المطلوب الذي يريده مننا في هذا السؤال بعدها الآن أبنائي قال استنتج طبيعة المثلث ها هو المثلث الذي سوف أريكم إياه المثلث قال أو وماذا وبي ها هو بي ومعه ماذا ودي ها هو أبنائي لاحظ جيدا هو يظهر هنا جليا يعني لو نلاحظه هنا في الشكل نلاحظ أنه أولا قائم وأما الأخرى يظهر أنه كذلك متساوي الساقي لكن كيف أظهر ذلك بالحساب نقول طبيعة أولا طبيعة كجواب طبيعة المثلث الذي اسمه أو بي دي نقول لدينا ها هو الشيء الذي برهننا من قبل هو الشكل الأسي هذه الكتابة ما هي يا أبنائي أركزوا أرجوكم هذه تعادل وهي زاد دي ناقز زاد أو لأن الأو عنده لحقته هي صفر لا يظهر على ماذا؟ على زاد بي ناقز زاد أو يساوي أنه كم؟ يساوي أنه أسية إي بي على إثنان هذا ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود منه أن لاحظوا جيدا أن أن أو هكذا أن عفوا أيضا أو بي في المقام والبسط هو أو دي يساوي أنه كم؟ يساوي أنه طاولة كل واحدين أو أعطيكم كذلك سوف نقوم بشرح أفضل إذا وضعنا هنا رمز الطاولة هكذا وهنا رمز الطاولة هكذا الطاولة لهذا العدد المركب إنها واحد إذن ماذا ينتج من خلال هذه كلمة الطاولة؟ الطاولة تجعلنا أن أو دي على أو بي يساوي أنه واحد ما معنى واحد؟ معنى أو دي يساوي أنه أو بي هذا الأول هذه الملاحظة الأولى أنه متساوي الساقين لكن ليس كافية نتحدثنا الآن مع ماذا؟ مع الطاولة بقيت لنا العند إذن وكذلك عندنا الشيء الآخر أنه هذا زاد دي ناقص زاد أو على زاد بي ناقص زاد أو كذلك أبناء يساوينا العمدة اللي هي هاية بي على ماذا؟ بي على إثنان ما هو التفسير الآن الهندسي؟ أن الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام اللي هو ماذا؟ اللي هو يا أبناء لاحق الشعاع اللي هو المقام معنى اللي هو أو بي وماذا؟ والبصل هو أو دي تساوينا كم؟ تساوينا بي على إثنان يعني هذه الزاوية أو بي مع ماذا؟ مع أو دي الزاوية الموجهة هذه من هذا المكان إلى غاية هذا المكان كم؟ تسعون درجة يعني ليس ناقص تسعون لو اتجهنا هكذا لقلنا ناقص تسعون 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 إذن ما المقصود بذلك؟ هذه الخاصية تصبح لنا المثلث هذه الخاصية لقم إثنان إثنان المثلث كيف هو؟ قائم قائم في النقطة المشتركة في النقطة التي تذكر مرتان في الشعاعين وهي في أو الآن نأتي إلى النتجة نقول من واحد واثنان لاحظوا جيدا إذن قلت من واحد واثنان الأولى أعطت لنا متساوي الساقين والثانية جعلته قائم في أو نقول ومنه ومنه المثلث من هو المثلث؟ أو بي دي قائم في أو ومتساوي الساقين فقط يا أبنائي لاحظتم؟ يعني فسرنا هذه لما فسرناها هندسيا ظهرت لنا كل الأشياء فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الأخير قال بي إن أن المستقيمان آسي وآدي متوازين إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن آسي يوازي أو دي تعالوا هنا في الشكل نلاحظ هل الأمر الذي يطلبه صحيح أم لا؟ ها هو المستقيم آسي وها هو المستقيم أو دي هل هم متوازين؟ نعم إنهم متوازين الآن نقول لكي أو نعم نقول لكي يكون ماذا؟ يكون المستقيمان أو المستقيمين آسي وماذا؟ وآدي متوازي متوازين يجب أن نبرهن أن ماذا؟ أن لاحظوا جيدا أن الزاد هكذا زاد أو دي يعني كلاحقة يعني زاد يعني لاحقة الشعاع أو دي يساوي أن كا في ماذا؟ في زاد ماذا؟ آسي أو العكس أو زاد آسي يساوي أن زاد كا في زاد أو دي فقط يعني هنا نستعمل قاعدة اللوحي يمكن أن نستعمل القواعد التي دورست في السنة الأولى والثانية هو اللي هو الارتباط الخطي لكن هنا أريد أن أستغل قواعد الأعداد المركبة أولا أبناء نأتي إلى إلى حساب زاد ماذا؟ زاد أو دي يصبح لنا يساوي أنه ماذا؟ يساوي أنه زاد دي ناقص زاد أو هكذا تحسابه لاحقة الشعاع الزاد أو معرفة صفر والزاد اللي هي ثلاثة زائد إي جذر ثلاثة انتبهوا ونضعه هنا نأتي الآن إلى زاد آ سي زاد آسي ما هي؟ هي زاد سي ناقص زاد آ زاد سي هي إثناني إ ناقص زاد آ زاد آها هي وتصبح لنا مع النقص تصبح لنا زاد جذر ثلاثة ناقص إي تصبح لنا كم؟ تصبح لنا جذر ثلاثة زاد إي انتبهوا الآن أبناء ما بين هذه وهذه لو نأتي الآن إلى العلاقة الأولى اللي هي زاد أو دي ونستخرج الجذر ثلاثة كعام المشترك انظروا ماذا يحدث بأن الثلاثة في الأصمة هو جذر ثلاثة في جذر ثلاثة فماذا ينتج يا أبناء يصبح لنا جذر ثلاثة زاد إي انظروا جيدا أليس هي جذر ثلاثة أفوا أليس قلت هي جذر ثلاثة في زاد آ سي هل وجدنا ذلك الكا انظروا نعم لقد وجدناه نقول ومنه ماذا؟ ومنه الشععان اللي هو آ آ سي عفوا كشعاع معناه آ سي يساوينا كم؟ يساوينا جذر ثلاثة لا عفوا زاد لهو أو دي أو دي يساوينا جذر ثلاثة في ماذا؟ في آ سي أي ماذا أبنائي؟ أن أو دي كمستقيم يوازي ماذا؟ يوازي آ سي كمستقيم وإنه المطلوب الذي طلب مننا فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهنة كي نكمل معكم مسير كما أرجو منكم يا أبنائي زيدوا في طاقاتكم وزيدوا في شحناتكم كي تفرحون في الصيف القادم إن شاء الله ويمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته